طلاب الصف الثامن اليوم رح نبلش بالفصل الثاني من وحدتنا اللي رح نحكي فيه عن استكشاف الفضاء وبعض الأجرام السماوية الموجودة بالفضاء هلأ بداية مراحل استكشاف الفضاء بلشت من الأزمنة القديمة كانوا يحاولوا يتعرفوا على مكونات الأجرام السماوية والأشياء اللامعة اللي بيشوفوها خلال الليل هلأ بالنسبة للعمليات من بداية هذا زمان ما كان عندهم إلا العين المجردة أنهم يقدروا يرصدوا فيها بعض التشكيلات النجمية بعض أنواع الأجرام السماوية اللي بيكون لمعانها واضح ومبينة هلأ أكتر من هيك ما كانوا قادرين يعملوا لحد لمرحلة تم يجع عالم عندنا اسمه العالم غاليريو عمل جهاز اسمه جهاز المقراب أو التليسكوب هلأ كان مبدأ عمل المقراب أنه يقوم على تجميع أكبر قدر ممكن من الضوء الساقط من الأجرام السماوية باتجاه الأرض وتكبيرها اللي تبدو أكثر وضوحا حالة المقراب هي كانت خلينا نحكي أول مرحلة من مراحل استكشاف الفضاء بعد العين المجردة هاي المرحلة عملت ثورة كتير كبيرة لأنه من خلال المقراب قدروا أنهم يكتشفوا معالم سطح الأمر وقدروا كمان أنهم يرصدوا بعد عدد الأقمار اللي بدور حولين الكواكب وآلية الدور عنها بعد هيك بلشت الأفكار تتطور وبلشت الجهود البشرية تكتر فبلشوا يقوموا بما يسمى برحلات فضائية عشان يقدروا يقوموا برحلات فضائية لازم يكون في عنا إحنا صواريخ ولازم يكون في عنا مركبات فضائية ففي عنا هلأ رح نحكي عن 3 أو 4 أنواع من المركبات الفضائية اللي بيستعملوها في عمليات الاستكشاف الفضائي رقم واحد عنا ما يسمى بالمركبات غير المأهولة المركبات غير المأهولة هي عبارة عن مركبات فضائية ما بتحمل رواد فضاء هي فقط تحمل معدات وأجهزة وأدوات وظيفتها إنها بس تنقل هاي المعدات والأجهزة للفضاء وبعدين هم بيستخدموها في عمليات الاستكشاف الفضائي المركبات غير المأهولة في عنا نوعين كتير مهمين أول نوع له القمر الصناعي والأغلب بيعرفوا أو سامع عنه القمر الصناعي هو عبارة عن مركبة فضائية غير مأهولة أي بمعنى ما فيها رواد فضاء هاي المركبة بتتوجه عن طريق إحداثيات معينة عشان تدور في أماكن محددة حول الكواكب هذا النوع ما بيسقط على سطح الكواكب ما بينحط على سطح الكواكب لا يستخدم بالاستخدامات اللي رح نحكي عنها كمان شوي هلا القمر الصناعي له مدارات محددة بنحط حولين الكواكب تحديد المدار بيكون عن طريق تحديد الموقع أو تحديد إحداثيات بيحطوها على جهاز موجود داخل قمر الصناعي لما بيطلقوه وباستقر في الموقع اللي هم يحددون الأعمال اللي بيقوم فيها القمر الصناعي إنه بوفر أعمال الاتصالات والأرصاد الجوية برصدلنا بعض الصور اللازمة لعمليات تحرك الغيوم واتجاهات الرياح وإلى آخره وآخر إيشي عنا الأغراض العلمية الاستكشافية بإنه بيلتقط صور متعددة ومتفرقة وبأوقات زمنية هم بيحددوها لأسطح الأجرام السماوية اللي موجودة داخل المدى اللي بيقدر هو يلتقطها رقم تنين للركبات غير المأهولة عنا إيش اسمه مجسات أو ما يسمى بالمسابير الفضائية هذا النوع بيطلق من سطح الأرض في رحلة باتجاه واحد يعني هو بس بيروح للفضاء ما بيردوا بيرجعوه مرة تانية المسابير الفضائية أو المجسات لها أربع أنواع النوع الأول عندنا مجسات مدارية وفي هذا النوع بيطلقوا المجس عشان يدور في مدار محدد حول الأجرام السماوية وظيفته أنه بيلتقط صور لسطح هذا الكوكب اللي هم بدهم يدرسوه وبسجل وبخزن هاي الصور حتى يتم دراستها النوع الثاني مجسات الهبوط مجسات الهبوط هي عبارة عن مجسات ثابتة وظيفتها أنها تهبط على سطح جرم سماوي معين وما بتتحرك من محلها طبعا من خلالها بتم دراست بعض أنواع السخور المكونة لهذا الكوكب طبيعة سطحه إذا فيه تضاريس أو لا إلى آخره رقم ثلاثة عندنا مجسات الهبوط المتحركة هذا النوع بشبه مجسات الهبوط بس هذا ثابت بظل في محله هذا بتحرك وبيقوم بعمليات ورحلات استكشافية طبعا يتم بتحرك أو بتم التحكم فيه عن طريق ريموتات ومحطات أرضية رقم أربع عندنا ما يسمى المجسات الغاطسة وهذا النوع تحديدا يتم رساله ليغوص داخل الكواكب المكونة من الغازات احنا عندنا الكواكب نوعين إما إلها سطح صخري أو إلها سطح غازي اللي إلها سطح غازي ما إلها محل أنه يوقف عليه المجس عشان يتم دراست سطحه فبيستخدموا نوع اسمه مجسات غاطسة هاي بتغوص داخل الكواكب الغازية وبتخترق الغلاف الغازي تباهها عشان يتم دراستها النوع الثاني من المركبات الفضائية اللي هما يسمى بالمركبات الفضائية المأهولة هاي المركبات بتحمل كائنات حية إلى الفضاء وبترد بترجع فيهم إلى سطح الأرض طبعا هاي الفكرة بلشت أو بلشوا من عمليات إرسال الكائنات الحية مية بالمية ما كانش فيها إنسان في أول بداياتها هم في البداية إرسلوا كائن حي كان عبارة عن كلبه بعدين بلش عنا فكرة طبعا لما لقوا إنه فيه نجاح من عملية إرسال الكائنات الحية للفضاء وتجهيزهم بطريقة معينة ويرجعوا يرجعوهم مرة تانية بلش عمليات انطلاق الإنسان إلى الفضاء هلا اللي واجهه مشكلة في عمليات وصول الإنسان لسطح الفضاء إنه لما بده ينتقل من محل إلى محل آخر على سطح كوكب معين هاي الرحلة بتاخد فترات زمنية طويلة جدا ففي مرحلة من المراحل اكتشفوا ما يسمى بعربات الفضاء وهي عبارة عن كيف سيارة بس هي عربة فضائية بتعمل على الطاقة الشمسية وظيفتها إنها بتحمل رواد الفضاء وبتنقلهم من محل إلى محل آخر على سطح الكوكب اللي هم هبطوا عليه ليتم دراسته من جميع النواحي رقم ثلاثة عنا إيش اسمه المحطات الفضائية والمحطة الفضائية هي عبارة عن مركبة فضائية ضخمة جدا بتحمل رواد فضاء بتحمل معدات تحمل الأجهزة بتحمل الأدوات اللي هم محاجتها لهاي الرحلة الفضائية إيش الحلو في المحطات الفضائية إنها بتظل موجودة في مدار محدد حول الأرض بتظلها دايما موجودة هناك ما ببتتحرك من محلها هي بس بتظلها الدور حولين سطح الأرض طبعا كل المركبات الفضائية بتعمل على الطاقة الشمسية يعني بكون في عليها ألواح لإستقطاب الطاقة الشمسية عشان تظلها شغالة هلأ هاي المحطات بيكون فيها كل ما يلزم رواد الفضاء من أدوات وأجهزة يعني كل إشي ممكن إنه يستعمله بيكون موجود في داخلها رقم أربعة عنا إشي اسمه مكوك الفضاء مكوك الفضاء هو عبارة عن مركبات فضائية متطورة تنطلق من سطح الأرض كصاروخ وبترجع على شكل طائرة مكوك الفضاء بيتكون إحنا عنا من ثلاث أجزاء أول جزء عنا إشي اسمه الدوار والدوار هو عبارة عن طائرة تمام فيها غرفة عشان تحمل طاقم الرحلة الفضائية طبعا لازم يكون معزول حراريا عشان يقدر يحمي جسم المكوك ويحمي الرواد الفضاء اللي موجودين في داخله الجزء الثاني عنا الصاروخ وفي هاي الحالة إحنا عنا صاروخين بيقوموا على دفع المكوك من منصة الانطلاق باتجاه يعاكس للجاذبية الأرضية وبيضل شغاله بيضل فيه قوة الدفع وبيضل محركاته شغالة لحد ما يطلع خارج الغلاف الجوي الأرضي وبنفصل عن الدوار هلأ صواريخ الدفع هدول هم عبارة عن خزانات الوقود الوقود اللي بيشتغل عليه مكوك الفضاء بيشتغل على خليط من الهايدروجين والأكسوجين السائل بيبلش يحترق جزء ورد آخر وكل جزء بيحترق بيسقط بيرجع على سطح الأرض في خلال عمليات استكشاف الفضاء كان في عنا بعض المشكلات اللي بتواجه رواد الفضاء رقم واحد حالة انعدام الوزن بالفضاء ما في جاذبية يعني لما بيسقطوا على سطح كواكب أخرى جاذبية الكواكب الأخرى رح تكون مختلفة جدا عن جاذبية الأرض للإنسان فاللي بيصير انه بيصير في حالة ضغط على العظام بتأدي إلى استنزاف ونقص كثير حاد في الكالسيوم فبيصير في عنده ممكن هشاشات عظام سخوط في الأسنان تسوس في الأسنان هاي الحالة بتنشأ من حالة تسمى بانعدام الوزن الحالة الثانية عندنا حالة عدم التكيف حالة عدم التكيف هاي بتصير احنا متعودين واحنا عايشين على سطح الأرض بأي مجهود احنا بدنا نبذله بدنا نستخدم عضلاتنا لما انت بتستخدم العضلات الموجودة عندنا بيصير في عندنا نشاط في الدورة الدموية بالفضاء ما في عندنا قوة جذب معادلة لقوة الجاذبية الأرضية عشان انها تيجي انه احنا نحاول نقاومها عشان نمشي على سطح الكواكب الأخرى او عشان نتحرك بنسبح بالفضاء هم ما بتحركوا فضاء هم بسبحوا صباحة بالفضاء فبصير في عندهم حالة اسمها حالة عدم التكيف لانه عضلاتهم رح يصيبها خمول لانه لا يتم استهلاكها وما نستخدمها بشكل كثير منيح زي ما كنا نستخدمها على سطح الأرض وبصير في عنده خمول في الدورة الدموية رقم ثلاثة اللي هم الاشعاعات الخطرة اللي بتطلعنا للفضاء هلأ هاي الاشعاعات بتكون غير مرئية يعني لا يمكن مشاهدتها في العين المجردة مصدرها بيكون الشمس هلأ هاي الاشعاعات بتعرض لها رائد الفضاء لما بطلع من مركبته عشان يقوم ببعض الدراسات وخلال العودة إلى المركبة ممكن أن يتعرض لبعض الاشعاعات الصادرة من الشمس آخر إشي في عندنا ما يسمى بالجسيمات المادية اللي هم بعض أنواع القطع الصخرية المتناثرة في الفضاء وممكن بعض مخلفات الرحلة الفضائية بما أنه إحنا ما عنا جاذبية فأي مخلفات من هاي الرحلة تسقط بالفضاء ممكن أنها تتحرك بطريقة معينة مع بعض أنواع من الصخور وطبعا سرعتها بتكون كثير عالية ممكن أنها تصطدم في المركبات الفضائية في بعض الأحيان تؤدي إلى تدمير المركبات الفضائية